ما هو الزئبق الأحمر؟ ماذا تعرف عنه؟ يعتبر الزئبق الأحمر غالث من لندرته وصعوبة استخراجه علمياً الزئبق الأحمر يتم استخراجه من الذهب وذلك من خلال تعريض الذهب الخام إلى الإشعاع بالإضافة إلى أنه يتم استخراجه من باطن الأرض ويخرج من فواهة البراكين بعد ثورانها ولكن الكميات المستخرجة منه هي كميات ضائلة جداً قد لا تتعدى هذه الكمية الميليغرامات والزئبق الأحمر يقسم إلى نوعين نوع زئبق أحمر طبيعي ونوع آخر يتم تحضيره صناعياً وهو الزئبق الأحمر الكيميائي الزئبق الأحمر الطبيعي هو عبارة عن مواد عضوية وأنسجة حيوية أما النوع الكيميائي فهو يصنع من مواد طبيعية مثل الذهب بعد تعريضه الإشعاع لفترة معينة حيث أن كتافته 23 جرام وتعد هذه الكتافة أعلى من كتافة اليورانيوم مزاعم استخدامات الزئبق الأحمر من المزاعم لاستخدام الزئبق الأحمر أنه يدخل في صناعة القنابل الاندماجية ويستعمل كمفجر بدائي بدلاً من الوقود الانشطاري ومن مؤيد هذا الزعيم الفيزيائي هو سامويل كوهين والذي قام باختراع القنبلة النيترونية في فترة التسعينيات يقال أن الزئبق الأحمر يعمل على تسهيل عمل تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية من أجل استخدامه في الأغراض العسكرية بدون أن يحتاجوا إلى أجهزة الطرد المركزي والتي تسهل عملية تعقبها دولياً لمنع انتشار أسلحة الدمار النووية يشير البعض أن الزئبق الأحمر ليس من الأسماء الحقيقية بل هو اسم شفرة أو كود تشير هذه الشفرة إلى البلوتونيوم أو اليورانيوم أو قد يكون للليثيوم ستة وهو عبارة عن مادة تتعلق بالزئبق يميل لونها إلى الأحمر وذلك بسبب بعض المواد الزئبقية العالقة بها تستخدم في الأسلحة الاندماجية وحسب الصحيفة الروسية برافدا في سنة 1993 قدمت بأن الزئبق الأحمر يستخدم للطلاء من أجل الاختفاء من الرادار بالإضافة إلى استخدامها في صناعة الرؤوس الحربية التي توجه ذاتياً في عام 2009 في المملكة العربية السعودية ترويج إشاعات حول احتواء ماكينات الخياطة نوع السنجر على الزئبق الأحمر مما أدى إلى تهافت بعض الناس إلى شراء هذه الماكينات من هذا النوع بأسعار عالية حيث قيل بأن استخدام الزئبق الأحمر يستخدم في إنتاج الطاقة النموية وطرق استخراج الذهب ومن أجل اكتشاف مواقع كنوز ولكن تبين أن كل ذلك كان ترويج من غصابات النصب والإحتيال ويقال أن الزئبق الأحمر يدخل في الكثير من أعمال التحنيط الميميويات المصرية في العصر القديم من الناحية العلمية يبدو أنه لا يوجد ما يسمى بالزئبق الأحمر وقد تكون كلها مزاعم فقط لترويج أمر الماء أو صناعات معينة على أنها زئبق